ده كان ملخص مباراة الاهل والا فينة المباراة اللي فاس فيها النادي الاهلي موليد 2008 على فينة 3 صف هقول له حضراتكو برضو تشكيل النادي الاهلي ابتدى النادي الاهلي في حراسة المارمى يوسف صنديد الدفاع ياسين ياسر حمزة ديجوي عمر كمال مهند الشامي خط الوسط عمر العدوي بلال عطية عمر هاشهاش عبد الرحمن رامي مانو ومحمد صبري شندي في خط الهجوم حمزة عبد الكريم دي كانت اول مباراة ل2008 في دور الجمهورية وقدروا يحصدوا اول 3 نقاط في الموسم الجديد طبعا الجهاز الفني كابتن محمود بايومي مدير فني والاسماعيل مدرب مساعد مصطفى عبد العظيم مدرب حراس المارمى ساد عرفان اداري محمد الجمال طيب الفريق عبدالله سمير مخطط الاحمال وابراهيم رشاد اخصائي التدليل تعالوا نشوف مع بعض اهداف مباراة الاهلي وليافينا يعني 3 هدف حلوين ده طبعا بلا العطية واحد من اللاعبين المميزين جدا في الفريق ده وكابتن الفرق في المباراة دي سادت راكلتين جزاء وقدر يعني يجيب الهدفين ده هدف من الاهداف الحلوة جدا وافتكروا معايا الاسمين دول بلا العطية اللي سجل راكلت الجزاء وايضا عبد الرحمن مانو واحد من اللاعبين المميزين دي برضو راكلت الجزاء التانية قدر يحطها بهدوء لكن عايز اقف قدام الهدف التاني بتاع عبد الرحمن مانو الهدف التاني واحد من الاهداف الحلوة هدف من الاهداف الملعوبة هدف من الاهداف اللي فيها زكاء من اللاعب عبد الرحمن مانو كرة ركنية اتلعبت على القائم البعيد هنا ببطن رجله قدر يحطها بهدوء على يمين حارس المرمى في الزاوية البعيدة كأنه قصدها بحطها بإيديه في الزاوية البعيدة فيها مهارة عالية تمركو الصحيح فيه انتشار جيد من اللاعب النادي الأهلي عرضة الأولى في الوسط عرضة البعيدة وقدر يحطها في أبعد مكان في المرمى بعيد عن حارس المرمى واحد من الاهداف الحلوة وايضا واحد من اللاعبين المميزين عبد الرحمن مانو وايضا بلال محمد عطية اللي قدر يسجل هدفين وفريق 2008 تحية لي مع كابتن محمود بيوم وجهاز الفني أكيد فريق يعني بيبتدي الموسم بثلاث نقاط مهمين تعالوا نروح اللقاءات ما بعد المباراة وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل كابتن أحمد سمير مدير قطاع البراعن في نادي أمبي